السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورح نعمل جولة على أهم المعلومات من ألمانيا ورح نبدأ الآن بتصويت البرلمان الألماني البارحة يوم الجمعة على تمديد عمل المفاعلات النووية السلاسة المتبقية بقرار من المستشار الألماني الذي حسم الجدل تم اتخاذ القرار بتمديد عمل المفاعلات النووية السلاسة اللي هي إيزا تسفاي في مقاطعة باين ونيكا فيستهايم في مقاطعة بعدن فيتنبيرج جنوب غرب وجنوب شرق ألمانيا وأيضا من المفاعل السلاس الأمسلان في مقاطعة نيدا زاكسن سيتم تمديد عمليهم حتى 15 أبخل 15-4-2023 في العام القادم لضمان أمن الطاقة في ألمانيا البرلمان الألماني ولكن كان هناك أيضا معارضة كبيرة لهذا القرار رح نشوف الآن التصويت التصويت كان على الشكل التالي 375 صوت في البرلمان اللي صالح هذا القرار نعلم الحكومة الألمانية تملك الأغلبية في البرلمان الألماني و216 صوت معارض لهذا القرار وأيضا 70 صوت انتحالتهم امتناء عن التصويت السبب المعارضة الكبيرة أيضا لهذا القرار في البرلمان الألماني هو أن المعارضة الرئيسية لCDU CSU ترغب بتمديد عمل المفاعلات النووية لفترة أطول لضمان أمن الطاقة في ألمانيا وأيضا من الأحزاب الحاكمة كان حزب الFDP ورئيس الحزب كريسيان لينيا يرغب بذلك ولكن حسم الجدل بين حزب الخضر وحزب الFDP في الحكومة والمستشار اتخذ قرار وسطي بتمديد عمل المفاعلات حتى 15-4-2023 ننتقل الآن للموضوع التالي انتهى أربع مقاطعات في ألمانيا الآن اتفقت على إلغاء الحجر الصحي لمن يصاب بكورونا الآن يعني نتيجة الاختبار تبعوت مطلع إيجابية فلن يكون مجبرا على دخول الحجر الصحي أربع مقاطعات اتفقت على ذلك هي مقاطعة باين مقاطعة بادن ووتنبيرغ مقاطعة هسن ومقاطعة شليزفيش هولشتين هذه المقاطعات الأربعة أعلن وزير الصحة لمقاطعة بادن ووتنبيرغ البارحة عن هذا القرار أن هذه المقاطعات اتفقت على ذلك رح نشوف الشروط مقاطعة باين أعلنت حتى عن تاريخ بدء تنفيذ هذا القرار وسيكون بعد عدة أيام 16-16-16 نوفمبر 2022 سينتهي الحجر الصحي في مقاطعة باين المقاطعات الأخرى لم تعلن بعد عن موعد محدد ولكن من المتوقع الآن أن يتم العمل على هذا القرار لتحديد موعد حتى بإلغاء الحجر الصحي في هذه المقاطعات لكن سيكون هناك شروط لإلغاء الحجر الصحي أو الإزولاتسيون تسمى الآن سابقا كنا نقول عنه الكارنتينة الكارنتينة هو للشخص اللي بدخل من باب الاحتياط إذا عنده شخص قريب منه مثلا داخل البيت مصافة بيدخل ممكن بالكارنتينة الإزولاتسيون ستنتهي الآن إذن ولكن بشروط الشروط هي على الشكل التالي كل شخص مصاب يجب أن يتم إلزامه بارتداء الكمامة لحماية الآخرين وخاصة في الأماكن المغلقة يعني في الهواء الطلق يعني إذا في الخارج يعني يعني متمشى أو بنمشي لا غير ملزمين بارتداء الكمامة أما في الأماكن المغلقة ارتداء الكمامة محافظة على تباعد متر ونص على الأقل وعدم الدخول إلى الأماكن الصحية المشافية دور رعاية المسنين أيضا الإجراءات ستكون فيها مشددة ولن يسمح للشخص المصاب أو نتيجته إيجابية بدخول هذه الأماكن طبعا لأسباب منطقية وهي عدم نقل العدوى إلى المرضى في المشافي ومع ذلك فإن هذا يعتبر تخفيف كبير الآن لإجراءات كورونا أما السبب في ذلك فهو عشان نكون يعني أيضا واقعيين ونكون أيضا موضوعيين الفيروس لازال موجود طبعا ولكن طريقة التعامل معه الآن عبتختلف وبنفس الوقت أصبح هناك مناعة واسعة في ألمانيا إما عن طريق اللقاحات يلي أخذوها يعني أكثر من 80% من السكان على الأقل جرتين وأيضا عن طريق الإصابة يعني فتكونت مناعة واسعة في ألمانيا لا تمتلكها الدول الأخرى مثلا الصين نعرف أنه السياسة كانت مختلفة في هذا المجال وهي عندنا سياسة يعني الصفر إصابة فألمانيا يعني مرة أخرى تم أوروبا بشكل عام يعني على ما يبدو أن سياستها كانت ناجحة فتم الانتقال التدريجيا إلى تكوين مناعة واسعة بين الناس وبالتالي عم يتم الآن تخفيف الإجراءات ولكن هذا القرار أيضا تعرض لانتقاد من وزير الصحة كان لو تبخ وزير الصحة في الحكومة المركزية ننتقل الآن للخبر التالي إعادة الانتخابات في العاصمة الألمانية برلين أي انتخابات؟ الانتخابات المركزية التي جرت في 26 تسعة زبتمبر في العام الماضي 2021 التي أوصلت الحكومة الحالية والأحزاب السلاسة الحاكمة الاس بي دي البرون والاف دي بي إلى الحكم في ألمانيا تم الآن اتخاذ القرار بإعادة الانتخابات في بعض المراكز الانتخابية في العاصمة برلين وذلك لبعض الأسباب مثل أنه حدثت هناك تجاوزات قانونية تم الاتفاق على أنها أدت إلى أن هذه الانتخابات في بعض المراكز الانتخابية أصبحت باطلة وبالتالي يجب إعادتها أما هذه المخالفات فكانت على الشكل التالي إما أنه تم كان هناك فوضى في إعطاء الأوراق الانتخابية أو تم إعطاء أوراق انتخابية خاطئة أو أن بعض المراكز الانتخابية أغلقت بعد الوقت المحدد يلي هو السادسة والنصف مساء لهذه الأسباب تم إتخاذ القرار بعادة الانتخابات في تحديدا 327 مركز انتخابي من أصل 2256 وبالنسبة أيضا للانتخاب عن طريق الرسالة في 104 مراكز من أصل 1507 مراكز في العاصمة برلين الأشياء المهمة الآن المعلومات المهمة هي على الشكل التالي لم يتم تحديد موعد متى سيتم إعادة الانتخابات في هذه المراكز الانتخابية النقطة الثانية أيضا لا يعرف كيف ستؤثر إعادة الانتخابات الآن على المقاعد في البرلمان طبعا من غير المتوقع بسبب قلة عدد المراكز قياسا لكل ألمانيا بأن تحدث تغيير جزري في توزيع المقاعد أو الأحزاب التي وصلت إلى الحكم الآن في البرلمان الألماني ولكن مع ذلك يعني غير معروف كيف قد تؤثر هذه الانتخابات الآن على ربما تغيير بعض المقاعد ننتقل الآن للخبر التالي انطلاق عيد الكارنفال في ألمانيا الكارنفال أشهر الأعياد في ألمانيا التي يتم الاحتفال بها خاصة في منطقة نوتغين بسفالن أو المدن المطلة على نهر الراين منطقة الراين بشكل خاص عاصمة هذه الاحتفالة تعتبر الكارنفال عادة هي الهوخ بوك مدينة كولن عشت فيها فترة طويلة أيام الدراسة الجامعية فانطلقت الآن في 11-11 طبعا هذا هو الرقم التقليدي يعني لازم نحفظه في 11-11 بينطلق دائما الكارنفال في ألمانيا في الساعة 11-11 دقيقة من كل عام فانطلقت احتفالات الكارنفال بدون محددات في العامين الماضيين بسبب الجائحة كان هناك محددات في 2020 تم إلغاء الكارنفال بشكل كامل في 2021 تم السماح به ولكن بإجراءات مشددة وهذا أول عام يعود فيه الكارنفال يعني تعود الاحتفالات إلى هذا العيد الشهير جدا في ألمانيا في المدن الرئيسية كولن بون ديسلدوف مينز وسيتم الاحتفال به بشكل طبيعي هذا العام ننتقل الآن إلى خبر هام جدا كل شخص في ألمانيا ستصله أو وصلته الآن رسالة SMS على شكل broadcast sale إلى كل الهواتف في ألمانيا أنا وصلتني أيضا وتأتي على شكل رسالة نصية وهذه الرسالة الآن سيتم رسالها لكل الناس في ألمانيا كجزء من نظام التحذير المبكر ونظام التحذير المبكر هذا تم الآن إعادة تفعيله في ألمانيا وذلك لتحذير الناس من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات كما حدث في العتال أو حرائق الغابات أو الحروب وبالتالي يعني هناك إعادة بناء لنظام الإنزار المبكر في ألمانيا أيضا بالنسبة لصفارات الإنزار بنعرف يتم إعادة بنائها في ألمانيا أما إرسال هذه الرسالة فسيتم لسببين السبب الأول اختبار هذا النظام ومدى عمله ونجاحه في ألمانيا والسبب الثاني هو أيضا نقل معلومة التي هي على الشكل التالي تتضمن هذه الرسالة النصية أنه في 8 ديسمبر 18-2022 سيكون هناك مرة أخرى اختبار شامل في ألمانيا لكل أنظمة الإنزار في ألمانيا التي تشمل صفارات الإنزار رسائل نصية برودكاست سيل كمان رح تصلنا أو عن طريق الأبات مثل نينا أب فكل أنظمة الإنزار سيتم اختبارها في ألمانيا في هذا التاريخ أما الشركات التي ستشارك في تفعيل هذه الخدمة واستخدامها الآن في ألمانيا فهنا المزودين الرئيسيين في ألمانيا شركة الدولتش تيليكم الفودافون والتيليفونيكا يلي هي عادة بتكون شركة أوتو أو إي بلوس يعني اندمجوا قبل فترة ولكن الشركة الأم تسمى تليفونيكا ننتقل الآن للموضوع التالي نسبة التضخم في ألمانيا الموضوع الذي يهمنا جميعا لأننا نشعر به في حياتي اليومية مع ارتفاع الأسعار الواضح الآن في مختلف المجالات المكتب الاتحادي للحصاء ده شتاتيستيش بونس أمتن دورشلاند أعلن الآن عن الأرقام التقريبية النهائية تقريبا يعني عن نسبة التضخم لشهر أكتوبا وتم الآن الإعلان عن أن نسبة التضخم وصلت إلى 10.4% يعني ارتفاع الأسعار في شهر أكتوبا في شهر العاشر مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي طبعا هذا الارتفاع أو نسبة التضخم هي هي نسبة التضخم العامة لكل شيء ولكن هناك ارتفاع كبير في بعض المجالات الأخرى الارتفاعات الرئيسية هي طبعا في مجال الطاقة الإناجية مرة أخرى حيث كانت نسبة التضخم 43% أما بالنسبة للمواد الغذائية اللي هي بنسبة في ألمانيا فوصلت الآن نسبة التضخم إلى 20.3% ونسبة التضخم هذه طبعا عبترتفع في الأشهر الماضية نعرف أنه في شهر الذي قبله زبتمبو كانت 10% الذي قبله يولي كمان 7.9% الذي قبله 7.5% فعم نشهد الآن ارتفاع في نسبة التضخم في ألمانيا خبر هام في الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو أن نسبة التضخم عبتتراجع مع تدخل بنك المركزي الأمريكي ورفع نسبة الفائدة بشكل كبير شفنا البنك المركزي الأوروبي أيضا رفعت نسبة الفائدة أيضا على مرحلتين بشكل كبير وبالتالي قد يساعد ذلك أيضا في الوقت القادم بعودة يعني نسبة التضخم إلى الانخفاض للشيء الذي نتمناه يعني في العام القادم أن تتراجع نسبة التضخم وهيكم يكون عملنا جولة واسعة على أهم الأخبار والمعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته